بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع ما زال حديثنا مع حضراتكم عن تزكية النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تحدثنا فيما سبق عن الاقتداء بأهل الإنابة واتبع سبيل من أناب إلي اهدنا الصراط المستقيم كيف أهتدي إليه من خلال هؤلاء صراط الذين أنعمت عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كان شيخنا أبو العباس المرسي يقول لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه يقصد شيخه أبو الحسن الشازلي لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه إن لم أكن منهم فلي في حبهم عز وجاه إن لم أكن على نفس المستوى إن لم أكن على نفس المنهج والدرجة فإنني لن أشقى بصحبتهم فهم القو لا يشقى بهم جليسهم إذا تحدثنا عن تسكية النفس علينا أن نفهم أمرين الأول إن الله سبحانه وتعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء الذي أراده الله منا الأوامر والتكاليف افعل ولا تفعل والذي أراده بنا أخفاه عنا لحكمة فلا يعلم الغيبة إلا الله أراد منا الصلاة والعبادة والأخلاق والإيمان فعرفه لنا بينه ووضحه افعل كذا لا تفعل كذا وما أراده بنا أخفاه عنا لكننا إن شغلنا عما أراده منا بما أراده بنا هنا يقول الإمام جعفر الصادق إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء فما لنا نشغل أنفسنا بما أراده بنا عما أراده منا يعني ينبغي على الإنسان أن يستسلم لأمر الله وينبغي عليه أن يلتزم أوامر الله وما أراده الله بك في حياتك وفي مستقبلك لا تنشغل به عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله سبحانه وتعالى واترك النتائج على الله سبحانه وتعالى فالأمر أمره والملك ملكه وهو صاحب الأمر سبحانه وتعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ نَحْنُ نَرْزُقُكُ لا تنشغل بأمر الرزق خذ بالأسباب وتوكل على الله لكن لا تنشغل ولا تحزن بأمر الرزق فالذي يرزقك هو الله سبحانه وتعالى أمر آخر علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أي حال فقد قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله عنه وأرضاه إن أكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر يعني الإنسان لو اعترض على قضاء الله سيزيد بلاؤه وسيزيد همه وحزنه وسيزيد العقاب لكنه لو استسلم لأمر الله فإن الله يكافئه على رضاه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن أكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر ثم قال وإن قلة الشكر من قلة المعرفة بالله يعني الإنسان لو كان عارفا بالله سبحانه وتعالى مؤمنا به سبحانه متوكلا عليه ما وصل إلى هذا الحال من الاعتراض على قضاء الله وقدره وهذا منهج الراقي إن أكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر وربنا قال ذلك لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ أي الشاكر في زيادة الراضي في زيادة المعترض على قضاء الله وأمر الله في نقصان وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ أَيْبِ النِّعْمَةِ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ من زى الذي يعترض على أمر الله من زى الذي يعترض على قضاء الله ومراته الإنسان عبد ضعيف مسكين ما عليه في هذه الحياة إلا أن يسلم لصاحب المملكة للقاهر القادر سبحانه الذي قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فإذا أردت أن تكون في زيادة فعليك بالشكر وإياك أن تعترض على قضاء الله وقدره فيك لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَعَلَى الْإِنْسَانَ أَنْ يَنْشَغِلَ بِمَا أَرَادَهُ اللَّهُ مِنْهُ لا أن ينشغل بما أراده الله به نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته